للوقوف عند استمرار الأزمة الإنسانية في اليمن وتفاقمها في ظل انتهاكات ميليشيا الحوثي ينضم إلينا عبر سكاب من بينا الناشط الحقوقي اليمني توفيق حميدي أستاذ توفيق مرحبا بكم الحكومة اليمنية حذرت مما أسمتها المأساة الإنسانية الوشيكة أيضا شاطرها الرأي برنامج الأغذية العالمية أكد هذا الأمر لكن بداية لو تصف لنا الأوضاع في اليمن في ظل كل هذه التحذيرات فمساء الخير لك أوليك أشاهد قناتكم الكريمة في حقيقة الأمر الأوضاع اليمنية وصفت فيها أكثر من تقرير وفيها أكثر من قبل لقنة ووصفتها لأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية من صنع البشر هناك افتقار تام حتى للإحتياجات الأساسية انقطاع للرواتب، انقطاع للخدمات، ووضع مأساوي لم يشهده اليمنيون في تاريخهم الحديث مطلقا ربما أن هذه الأزمة تكررت إبان حكم الإمامة الذين يعدون الأقداد الأوائل لميليشيات جماعة الحوثي ليس إلا ستوفيق كيف تقيمون وتنظرون إلى جهود الجمعيات الإغاثية الدولية لإنقاذ هذه الأرواح من خطر الفناء جوعا؟ اليوم في حقيقة الأمر إذا أردنا أن نثني بدرجة أساسية سنثني على المنظمات أو الجمعيات الخيرية الوسيطة التي ربما تعمل بعيدا عن المجتمع الدولي للأسف الشديد المجتمع الدولي تقلص دوره ونحن ندرك أن المجتمع الدولي عبارة عن دور وسيط من قبل دول مانحة تقدم مساعدات للشعب اليمني عبر المنظمات الأممية لكن أيضا كثير من هذه الأموال التي تذهب عبر هذه المنظمات تذهب في مشاريع بعضها غير قدوى ولا يصل إلى مستحقه بدرجة أساسية وهناك ما يقارب 40% ما تقدم من هذه الدول تذهب كتأمين ورواتب وتنقلات ومواصلات بمعنى ما يصل القليل اليوم هناك حركة اجتماعية وإغاثية نستطيع أن نقول فردية وجماعية غير المجتمع الدولي سواء من قبل متصلة بالإقليم أو متصلة باليمنيين الذين في الخارج أو من غيرهم هذه اليوم خففت صورة كبيرة جدا على من الأزمة الإنسانية الموجودة في اليمن لكن لو عوننا كثيرا على المجتمع الدولي باعتقادنا باعتقادي أن الأزمة ربما أصبحت اليوم متفاقمة بثلاث إلى أربعة أضعار ستوفيق المأساة تتعدى الجوع إلى استداف الأطفال فبحسب منظمة رايس رادر الحقوقية تقول أن أكثر من أربعة آلاف طفل قتلوا في حرب اليمن ما بين التجنيد أو استهداف لكن هنا سؤال ما دوافع الميليشيات الحوثية في أن تلقي الأطفال في أتون هذه الحرب ما سبب في ذلك وما الأهداف من ذلك أنا باعتقاد الأعداد قليلة مقارنة بلا أعداد الحقيقية أنا باعتقاد أربعة آلاف ربما الذين سقطوا بقضايا عشوائية نحن في فبراير من هذا العام اصدرنا تقرير بعنوان عسكرة الطفولة تحدثنا عن ما يقارب عشرة آلف اليوم هناك تقرير لوكارة رويتر زن من قتل من الحوثيون خلال الأشهر الماضية ما يقارب خمسة عشر آلف باعتراف قياد حوثي في وزارة الدفاع بمعنى أن نسبة الأطفال أيضا ستكون كبيرة ومرتفعة ضمن هذه الأعداد طبعا قضية اليوم استهداف الأطفال لأسباب متعددة إذا أردنا بالنسبة للأطفال بالتجنيد هذا متعلق بأسباب اقتصادية بأسباب اجتماعية بأسباب عقائدية متعلقة بتعبيئات خاطئة بغسل عقولهم إذا أردنا الأمر الآخر بالقنص أو بالقضايا فهم يعتبرون كل المخاصة الخصوم لهم سواء كانوا أطفالا أو رجالا أو نساهم أعداء لهم ولذلك نرى القناصين يظل لأيام طويلة من أجل أن يقتنص طفل أو طفلة تحمل الماء أو يلعب في الشارع فهناك للأسف الشديد عملية تعبئة مخيفة ضد كل خصوم جماعة الحوثي دون تفرقة بين أعمارهم أو مستوياتهم الميليشيات الحوثية يعني تعرقل وصول المساعدات وإيضا تقصف مخيمات النزوع في ظل هذه الانتهاكات أستاذ توفيق هل يمكن التعويل على مجلس الأمن لإيصال المساعدات إلى مستحقيها؟ هو من المفترض اليوم إذا كان مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي قد فشل فشلا ذريعا حتى هذه اللحظة في وقف حد لهذه الحرب أو إلزام الأطراف اليمنية بالقعود على طاولة المفاوضات والبحث في سبل إنهائها والقروق بالمأزة على الأقل في حده الأدنى أن يوفر ممرات آمنة ويتولى عملية إيصال المساعدات لكن أيضا هذا الأمر متعثر كثيرا لأنه للأسف الشديد جماعة الحوجي ما زالت تتحكم بالمشهد المتعلق بالمساعدات بصورة كبيرة جدا برغم صدور تقارير وصدور بيانات تتحدث عن هذه الانتهاكات وهي تعد في نظر القانون الدولي من جرائم الحرب التي تختص بها محكمة القناية الدولية وفق ميثاق روما عبر اسكاب من بينا الناشط الحقوقي اليمني توفيق حميدي شكرا جزيلا لكم